السلام عليكم وحشيني يا جماعة كل عام وانتم بخير رمضان كريم علينا جميعا ما تنسينيش في الدعاء ولكم في المس نهاردة هنعمل مبعد اجمل واسهل اطيف هنعمل العجينة وهنسوي العجينة وكمان هنحشيها بالمكسرات بقويها هنخليها مقرمية شوترية وهنعمل اشتا وهنزوق الدنيا كده زي ما انتم شايفين هنستخدم كوبايتين بس منذيق في النهاية هناخد الطريقة الهاي لدي سهلة جدا 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 وكمان وافرة هستخدم الهامل الاول السيرب هستخدم كوبايتين من السكر وعليه مع الكوباية من المياه المغلية ودوبهم مع بعض وبعدين انزل عليه بعصير اللمون وبعدين اوديه علبة جاز اول ما يعمل بابول او يوصل لمرحلة الغليان ابتدي عادي 8 دقايق يبقى كده اتزبط معي او ياخد القوام هتلاقي نقص الربع اول ما تلاقي نقص الربع تعرف ان هو بقى كويس بس طبعا تختباري جاستن كيس هسيبلكو اللينك بتاع السيرب كوه صندوق الوصف عشان فيه توضيح اكتر من كده هنا بقى عشان الفيديو ده طويل عاجينة وتسوية العاجينة وبعدين حشو الحركات دي هنا عندي كوبايتين دي نزلت عليهم بنص معلقة من الخميرة وزيق وربع معلقة من الهوى البيكينج بودر ايه تاني ومعلقة من الهوى السكر تتساد وزره من الملح ومية بس مية دافية مفيش حاجة تاني عندنا خميرة بيكينج بودر امين ايه تاني زره ملح السكر اللي هو العادي بتاع الحلويات المية السخنة هسيب لكم المقادير جواه صندوق الوصف معيني انا قلتها معاكم وقلبتها بيبقى قوم زي ما انتو شفتوه معايا نازل كده السايل خفيف بكرر تاني قوم شايفيني قوم عاملي زي خفيف جدا بالشكل ده هنا حاجة مهمة قوي قوي لازم تبقى الحاجة اللي هتشتغلي عليها السخنة سخنة عشان اول ما تحطيها اول ما تحطيها تعمل الفقاقية اللي انتو هتشوفها بمجرد انك تحطيها هتروح عاملة كده اول ما تعمل كده تعرف ان هي جهزت تات ست خلاص مفيش فيها شغل نهائي كله كان كده ممكن تديها لون اغمق من اللي انا عملت بس انا حبيتها كده عشان انا لسه هقليها بوصوا شكلها عامل ازاي حي تبارك الله سهلة بسيطة قوي قوي عايز اقول لو اول مرة بيزوروا القناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراكوا وحطوا لايك اتبواني على قناتي التانية وصفحاتي على الفيس هسيب اللينك بتاعت جوا الصندوق الوصف هنا هستخدم العين الجمل في الحشوات يقدر تستخدمي اي حشوات وزعت عين الجمل على جوز اين جوز اي دفت عليه فاناليا اسمه ايه جوز الهند وبعدين زودت عاصل في الاتنين شوية عاصل هنا وشوية عاصل هنا وقلبتهم عشان يبقوا متماسكين وفي نفس الوقت يبقى سويت قوي من جوا بس ما تزاوديش كتير اتفقنا عشان وانتي بتقليه ما يديش لون كده كأنه عامل زي كأنه يعني مثل اسوع يعني ما تزاودي العاصل يعني معلقة عاصل هنا ومعلقة عاصل هنا وهنا طبعا استخدمت الهي المعلقة المعيارية اقسها ليه عشان اتأكد ان كل واحد اغدت زي التانية يعني كله قدي بعض وكمان اقدر اتحكم فيها حقيقة كنت مبسوطة قوي عايز اقول للقطايف عندنا هنا غالية قوي ايه تا مش عارف ليه غالية جدا عاجينة منجرد انها عاجينة مش مستوية يعني انت بتشيريها عاجينة كم واحدة كده في طبع برقم يعني مش عايز اقولكم كم كفاية يعني اللي احنا فيها بتحدي فيها كده زي ما هي ما هي ما بتفكش ترية وسهلة وبسيطة نعم اوي اوي ايه تبارك الله كنت مبسوطة تقدر تحطي حشوات كتير تعملي كاستر وتحطي فيها زي ما انت عايز تحطي نوتالة تحطي كريمة شيز انا عملتي دول زي ما انتو شفتو اختبرت الزيت هنا عايز اشوفو اذا كان يعني سخن ولا لا مش عايزة زيت مغلي عايزة يبقى فوق المتوسط بحيس ان انا اقدر اسوي القطايف بتاعتنا الحقيقة كل حاجة مستوية بس مجرد انها غد لون وقرماشة خفيفة كده عشان تفضل طريا من جوة هسمعكو برضو الارماشة مش هحركها الا بعد حوالي نص دقيقة هبتدي بقى حركة وقلبها من الجنب ده للجنب ده وده شكلها بيبقى في النهاية ماخدتشي مني وقت نهائي هطيت فاناليا على السيرب عشان اقولكو انا هطيت فاناليا وقلبتها عشان ادي ريحة الفاناليا مع الهي القطايف طبعا وكنت مخليها بالي عشان اعرف مين فيهم اللي فيها جوز الهند واني واهنا اللي هي عيني جمل بس عشان ما اجا وزاحة قدام ولادي عشان فيه اللي بيحب اللي هو جوز الهند وفيه التاني اللي بيحب من غير جوز الهند هنا بقى استخدمت الهافي كريمة او الويب كريمة واتفر اللي يعجبك بس انا استخدمت الهوة الهافي كريمة ونزلت علي بمعلقة سكر بودر وكمان بسيط من الفاناليا عشان يدي ريحة حلوة وناكهة جميلة تقدر تستخدمي الهوة الكاستر او النشا وتعملي الاشتر العادية اللي هما بيعملوها على طول بس الحقيقة دي بتدي الناكهة التانية ودي اسهل واسرع وطعم حلوة وبتبقى كريمة وتحس انك بتكلي اشتر اشتر يعني حقيقية هنا بتديت اوزع اول طبعة هي عين الجمل الخالص والتانية اديتها اللي هي عين الجمل مع جوز الهند تقدري تحطي ارفه جوه بس انا المرادة محبتش احطي ارفه هنا بقى كنت سايبة شوية لفت اوفر كده على جنب صغيرين مرادتش اساوي مقلت احشيهم بالكريمة بالشكل اللي انتو شفتو كريمة مخدتش وقت خالص يعني كوباية من الكريمة عليها معلقة من السكر وربع معلقة صغيرة من الفاناليا تاتسد وبعدين نزلت عليهم ببسيط من اللي هو الفوصدق مجرد ان يقدي شكل هي والله جاهزة كنت عمى حل وشكلها جميل ورحية الفاناليا فيها عاملة شغل كبير قوي حقيقي تجنن وخفيفة جدا جدا ما خديتش وقت نهائي وكمان وفرك كوبايتين دون كمية رهيبة مش عارفها خلاصها امتى يعني مفروض ده دي الجرين والله من شكلها وجمالها وتبارك الله عايز اقول ما تنسوش تحاطوا لايك وتعملوا الشيء للفيديو نفسي افرح اوي اوي محتاجة فرحة كده تدخل جوا قلبي عارفوا انكم اهل كرم وهتدعولي ولكم بالمثل ان شاء الله ربنا يتقبل منا الصيام والقيام بحبكم اوي اوي اعملوها جميلة ترية من جوا بتقرمش الحروف قرمشة خفيفة جميلة غير نهاية من جوا ترية حقيقي تبارك الله تبارك الله غير بقى الام اي اشتديه بصوا شكلها حشة ازاي ومن جوا فاضية بصوا الفراغ اللي فيها من جوا شوفوا المكسرات من جوا عاملة ازاي حقيقي مفيش اجمل من كده ولا اسهل ولا اوفر حين بقى الام اي اشتديه بتدخل يعني مش عايزة انك تعمل جراوند على اليد يعني دخليه على طول بتتحن بمجرد انك تحطيها بوقك تاك تاك سنانك تستقبلها استقبل حافل بتاخدها عال سريع هاي انجو يا جماعة كان معاكم حبيبة بحبوكم كل عام انتم بخير موسيقى